إذن للحديث أكثر ينضم معنا الخبيل الستراتيجي سيد نبيل العزاوي أهلا بك سيد العزاوي نتحدث بداية عن تقدم العراق بشكوى لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تتعلق بالعدوان الإيرانية السافر على السيادة العراقية برأيك ما مد أهمية هذه الشكوى في الوقت الراهن وكيف ستتوقع القرارات الدولية تجاه الرد على هذه الشكوى شكرا جزيلا أكيد أن هذه الشكوى جاءت في وقتها المناسب ما عاد الاستنكار والشجب بيفي حقيقة ما حدث كارثة بمعنى الكلمة عائلة باد القضية هي أن هناك القصة وكرا للتجسس الإسرائيلي هذه هي الإفادة التي جاءت بها طهران لكن سرعان ما فندها المسؤول الأمني وكل المسؤولين الذين وصلوا إلى أربيل وحتى مستشار الأمن القوم العراقي يقول أن البيت هو بيت دار سكنية لا يوجد أي شيء مما كانت تدعي به طهران لذلك نعتقد أن البيانات كانت واضحة جدا سواء من وزارة الخارجية حينما أسمت هذا العمل عدائي وكذلك من رئاسة الجمهورية الذي أدان الفعل الذي أسماه تجاوزا على كل المواثيق والأعراف الدبلوماسية ومواثيق الأمم المتحدة لذلك كان هناك ردا واضحا من السيد السوداني باعتبار أن هذا العمل هو عمل عدائي يقوض العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية ما بين الجانبين وهذا ما أكده السيد السوداني قال أنه لربما هذا الاستهداف ووصفه بالخطير يقوض العلاقة بين العراق وإيران هنا إذ ما أردنا أن نقرأ ستراتيجية العلاقة الاقتصادية أمنية حسن جوار وغيرها كيف ستكون مستقبلا إيران أيضا هل تحاول ربما احتلال بعض الأراضي في إقليم كردستان الحقيقة ستميعات إذا فصلنا القصف فيجب أن ننظر إليه من جانبين الجانب الأول هو استعراض للقوة الباليستية يعني تدرين حضرتش المنطقة مشتعلة قضية غزة يعني صارت أكثر من ثلاثة شهر لم تنتهي القطبية ما عادت أحادية هناك أقطاب تريد أن تبرز نفوذها لكن أن يكون العراق هو الساحة الخلفية لأن تسقط صواريخ باليستية خصوصا إذا ما علمنا أنها تحمل أكثر من نصف طن من المتفجرات وتصل إلى ألفين كيلومتر وهذا يعني إحنا مو بحالة حرب مع طهران حتى تقصف مدينة أربيل السالمة الآمنة بهذه الصواريخ القضية الثانية أنه هناك سيادة وهناك اتفاقية لو ترجعين ستمعات بالـ 23 وفي آذار كانت هناك اتفاقية ما بين الجانب العراقي وجانب الإيراني حضر مستشار الأمن القومي العراقي ومستشار الأمن القومي الإيراني برعاية السيد السوداني واتفقوا على أن تكون هناك آلية لكل الحل القضايا لكن بإشعار الحكومة العراقية بمعنى أنه لا تقصف أي مدينة أو أي قرية أو أي محافظة عراقية أو أي جزء من العراق إلا بعلم الحكومة العراقية لكن ما حدثه وتماديا لا يمكن السكوت عليه أعتقد أن البيانات واضحة اليوم البرلمان العربي كان واضحا الأمم المتحدة بيانها كان واضحا أعتقد أن هذه القضية إذا ما دولت ستكون هناك عقوبات على إيران لأن ما فعلته هو تجاوز على كل العراف الدبلوماسية والأمور التي تربط البلدين من علاقات حصن جوار نعم حضرتك ذكرت للتوبي أن إيران تقوم باستعراض للقواء الباليستية أنا أذكرك فقط بتصريح لوزير الدفاع الإيراني قال بأنه لا قيود في الدفاع عن مصالحنا الوطنية إذن ما هو المتوقع من الجانب الإيراني؟ هل هذا لربما تأكيد على أن إيران ستعيد الكرة في أي وقت تريد وأنها جاهزة للضرب؟ يعمل لديكم صواريخ عابرة للقرات صابرة صواريخ آيدولوجية تال أبيب ليست بعيدة وهذه المشكلة ستميعات يعني المواجهة المباشرة ما إلها حتى حدود للمواجهة كلها فقط استعراضات لا تفي ولا تشفي أما الجانب هناك إذا كانت هناك مواجهة فالحرب هي مفتوحة لكن العراق أن يكون هو الساحة وتصفية الحسابات أعتقد أن البيان الحكومي كان واضحا أن البيانات كلها كانت حتى بيان النقابات من أقرى بيان نقابة المحامين هو بيان واضح جدا بأن إدانة لما يحصل لذلك أعتقد أن إيران عليها أن تراجع حقيقة ما حصل لأن العملية لا يمكن السكوت لها استهداف المدنيين هي طبعا ستميعاتها ليست المرة الأولى إذا تذكرين قبل أشهر في نفس المكان يعني هم قرية وكان هناك بيت واستهدف البيت وبعد ذلك حددت لجنة من الجانب حكومة أقليم كردستان وحكومة بغداد وأفضت هذه اللجنة بأنه لا توجد أي مقرات للموساد الإسرائيل وإنما كلها حجج لذلك علينا قبال هذا الحدث أن يكون هناك اتفاق واضح على الكتل أن تتعاضد فيما بينها القضية هي قضية دستور وقضية سيادة لا يمكن أحد أن يفرط بسيادة العراق مهما كانت الانتماءات والتوجهات فاليوم العراق يقصر يعني أقليم كردستان هو جزء من العراق من يتوهم بأنه قصف لذات الأقليم فهو واهم فالعراق كله اليوم يقصف لأن السيادة لا تتجزأ وعلى الكل أن يعي خطورة المرحلة ويتخذ خطوات مهمة جدا في هذا السياق وإنما لا يقف فقط في بيانات التنديد وهناك حتى لم يندد ولم يجب وهذه كارثة كبرى يجب أن تكون هناك حقيقة وقفة حقيقية لأن التاريخ يسجل مواقف والمواقف تسجل في هذه الأمور التي تحصل من انتهاك لسيادة العراق نعم طيب سيد العزاوي ما رأيك بردود واشنطن خاصة أن البيت الأبيض صرح بأنه على علم مسبق بهذه الضربات طبعا البيت الأبيض وعند علمه حتى البنتاجون كان واضح في بيانه يقول بأنه لم تستهدف السفارة ولم تستهدف الأماكن الأمريكية ولكن كان هناك استهداف نعم لكن حتى كذلك حتى من نقرحنا البيان هو هي حتى القوات الأمريكية استهدفت قبل أيام مقر الحجد الشعبي نحن لا نريد العراق أن يكون ساحة لتصفية الخلافات ما بين الولايات المتحدة وطهران وأن يكون العراق ستمئات العراق عاد لعب مهم في السياسة الخارجية ورسم السياسات وحال كثير من المشاكل إذا تذكرين قضية إيران والسعودية انحلت داخل العراق عودة سوريا للجامع عربي انحلت داخل العراق العراق وليس العراق 2014 أو 2016 العراق اليوم قوي قادر عنده إمكانيات عنده قوات أمنية نملك من الجيش نملك من البيشمارقة نملك من القوات الأمنية نملك من الحج الشعبي لدينا من قوات البطلة التي تستطيع أن تصد كل هجوم لذلك ينقصنا الموقف نحتاج موقف واضح موحد من كل القيادات للجم أي تهديد يمكن أن يهدد العراق لأن الدول عندما ترى العراق متخاصم متنازع به مناكفات سياسية يعني مع الأسف يسير لعابها على العراق ويكون تدخل لكن كلما وجدت العراق قويا قادرا على حفظ سيادته موحدا في قراراته برأيي ستراجع كثير من أمورها قبل أن تقصف أو تلجأ لقصف العراق العراق قوي العراق قادر على أن يعود مثل ما كان لكن مثل ما تفضلت نحتاج قوة قرار في هذه اللحظات التاريخية وأن يكون هناك وقفة حقيقية من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية في إيجاد حل هذه الانتهاكات المتكررة نعم نود أن نشكرك على انضمامك معنا الخبير استراتيجي سيدنا بل العزة وشكرا جزيلا لجنبكم الكريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر